السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروفطم اليوم سوف ننجز صفحة 27 لكتاب جيد في الرياضيات المستوى السادس ابتدائي إذن لنبدأ على بركة الله أول تمرين في دعم وتتبيت التعلمات إذن أكتب بالأرقام الأعداد الآتية إذن 15120 مليون 33 مليار 17 مليار و58 مليون إذن لكتابة هذه الأعداد سوف نستعين بجدول العد كما تلاحظون إذن لدي 15 ألفا إذن أكتب 15 ألفا إذن 5 في وحدات الآلاث 15 ألفا إذن 15 ألفا إذن نكتب 120 مليون إذن 120 مليون 120 مليون إذن الجدول يبين عدد الأصفار التي يمكن أن أضيفها إذن عندي 33 مليار إذن مليار 33 مليار إذن أضيف 9 أصفار إذن 9 أصفار إذن جيد مهم لإنجاز مثل هذه التمارين يجيبوا الاستعانة بجدول العدد إذن 17 مليار إذن أكتب 17 مليار 58 مليون 58 مليون وأتمم بالأصفار نعم إذن نمر إلى تمرين 2 أكتب بالحروف الإعداد الآتي إذن أكتب بالحروف نعم إذن لاحظوا لدي 5 ملايين الفصل الملايين 5 ملايين و 600 ألف و 308 لدي لاحظوا فصل وحدة البسيطة فصل الالف وفصل الملايين وفصل الملايين إذن لدي 5 ملايين و 600 ملايين و 300 ألف و 300 وثلاثمائة إذن هنا وتمانون إذن نعم وتمانون وتمانون ألفا إذن ست وتمان وتمانون ألفا إذن هنا عندي فصل وحدة البسيطة فصل الآلاف فصل الملايين وفصل الملايين إذن مئة وخمسة وخمسون مليارا وتسعمائة مليون وثلاثمائة وخمسون ألفا نعم إذن نمر إلى تمرين ثلاثة أكمل تفكيك العددين الآتين إذن كذلك هنا التمرين أكمل تفكيك هذين العددين إذن لدي سبعة في ماذا إذن لدي ستة أصفار يعني سبعة في مليون إذن نعم نكتب بالأزرق أنا بالقلم نعم نبحث سنسل أحمر نعم إذن سبعة في مليون إذن لدي ستة أصفار ستة أصفار إذن ستة في ماذا في مئة ألف إذن أكتب مئة ألف وإثنان في مئة أمر إلى العدد الثاني لدي ملياران وثلاثة وأربعون مليون وخمسة آلا إذن ملياران يعني واحد في مليار مليار في تسعة أصفار ثلاثة ثلاثة وثلاثة نعم أربعة في ماذا في أربعون مليون إذن أكتب أربعون وستة أصفار أربعون مليون خمسة في ألف قبل خمسة كينا ثلاثة ثلاثة في ماذا عندي ثلاثة في مليون ثلاثة في مليون هنا عشرة آلا وهنا ثلاثة في مليون إذن ستة أصفار ثلاثة ثلاثة ستة إذن خمسة في ألف فقط إذن أمر إلى تمرين الموالي أكتب تمرين أربعة أكتب بالنسبة للعدد ثلاثة ملاير مئة وتسعة وأربعون مليون خمسمائة وسبعة وتسعون ألفا وتمانمائة وواحد وسبعون ما يلي رقم عشرات الآلاف هذا العداد إذن لاحظوا العداد إذن وأكتب رقم عشرات الآلاف إذن لاحظوا الوحدات البسيطة وفيها وحدة عشرات ومئات إذن أمر إلى فصل الآلاف عندي وحدة الآلاف عشرات الآلاف ومئات الآلاف إذن عشرات الآلاف كام إذن تسعة أكتب تسعة عدد الآلاف إذن منين عدد الآلاف إذن سأغطي هذه الوحدات البسيطة و้يبقى لي عدد الآلاف وأكتب من سبعة تسعة خمسة تسعة أربعة واحد وثلاث والجواب هو ثلاثة ملايين ومئة وتسعة واربعون ألفا وخمسمائة وسبعة وتسعة رقم وحدات الملايين إذن هذا فصل آلاف وهذا فصل الملايين ورقم الوحدات وماذا هو تسعة نعم إذن عدد عشرات الملايين إذن لحظ عشرات الملايين والعدد هو ثلاثة واربعة عشر نعم أمر إلى تمرين الموالي تمرين خمسة أضعوا وأنجزوا ما يلي إذن لدي عمليات الجمع الطرح والضرب إذن سوف أنجز أضع وأنجز هذه العمليات إذن العملية الأولى لدي اتنان زائد تسعة أحد عشر أكتبوا الواحد وأحتفظوا بالواحد الفاصلة دائما أربعة عشر سبعة زائد سبعة تمانية والجواب أربعة وتمانون فاصلة واحد إذن العملية الموالية إذن خمسة تسعة فاصلة ستة ستة عشر وثلاثة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون فاصلة خمسة وتسعة إذن هنا عندي اتنى عشر اتنى عشر والواحد ثلاثة عشر الفاصلة إذن تمانية سبعة وخمسة عشر نعم خمسة عشر إذن هنا كذلك الجامع لدي خمسة أحد عشر تسعة إذن الاحتفاظ دائما إذن عشرة عشرة والواحد أحد عشر عشرة والواحد أحد عشر نعم العملية الموالية يضطرح إذن ضروري باش نوضع عدل صفر ماشي بحل الجامع إذن ضروري لأننا ندير عشرة ناقص خمسة تساوي خمسة أربعة ناقص ثلاثة تساوي واحد خمسة ناقص اتنى ثلاثة ناقص سبعة واحد وستة إذن هنا كذلك عدد صحيح ناقص عدد عشاري إذن خصني ولا بد ندير الفاصلة والأصفار إذن عشرة ناقص خمسة خمسة صفر ناقص ثمانية لا يمكن عشرة ناقص ثمانية اتنان الفاصلة ثلاثة ناقص ستة لا يمكن ثلاثة عشر ناقص ستة سبعة إذن عشرة ناقص سبعة ثلاثة وسبعة ناقص واحد ستة والجواب ستمائة وسبعة وثلاثة فاصلة خمسة وعشر إذن العملية الموالية بتي الطرح إذن هنا وخل نوضع الأصفر وخل ما نوضعه مش ممكن يغيره للتحاجة بينما في العدد الأول لا بد نوضع الأصفر إذن هنا ستة ثلاثة أربعة ناقص خمسة لا يمكن أربعة عشر ناقص خمسة تسعة عندي اثنى عشر ناقص ثلاثة تسعة ثمانية ناقص ثمانية صفر هو واحد ناقص ثفر واحد ألف وتسعة وتسعون فاصلة ستة وتلاثة إذن هنا كذلك أضع السفر ولكن ما غيره للتحاجة إذن أربعة عشر ناقص تسعة واحد يفاصل دائما من سهاج خمسة ناقص ستة لا يمكن خمسة عشر ناقص ستة تساوي تسعة ستة ناقص عشر لا يمكن ستة عشر ناقص عشر ستة وعشر ناقص أربعة ستة وأربعة ناقص واحد ثلاثة ثلاثة آلاف وستمائة وستة وستون فاصلة أربعة عشر إذن نمر إلى عملية الضرب إذن ثلاثة في خمسة خمسة عشر ثلاثة في واحد ثلاثة والواحد أربعة ثلاثة في صفر صفر وثلاثة في سبعة واحد وعشر إذن نقطة ثلاثون ستة في واحد ستة وثلاثة تسعة ستة في صفر ستة آه صفر أفول ستة في صفر صفر ستة في سبعة اثناني وأربعة إذن خمسة في خمسة إذن هنا نعم إذن هنا هي النقطة خمسة وعشرون خمسة في واحد خمسة والاثناني سبعة خمسة في صفر صفر خمسة في سبعة خمسة وثلاثة إذن كذلك أضع ثلاثة أصفر خمسة عشر نعم خمسة عشر ثلاثة في واحد ثلاثة والواحد أربعة ثلاثة في صفر صفر وثلاثة في سبعة واحد وعشر إذن عندي خمسة أربعة أربعة عشر نعم الاحتفاظ اثنى عشر والاثنان أربعة عشر إذن الاحتفاظ ثمانية والواحد تسعة تسعة أربعة واثنان واحد جوج ثلاثة واحد اثنان ثلاثة وضع الفاصلة نعم إذن نمر إلى العملية الموالية إذن عندي ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرون ثمانية في أربعة اثنان وتلاثون والاثنان أربعة وتلاثون ثمانية في خمسة أربعون والثلاثة تلاثة وأربعون ثمانية في ستة تمانية وأربعون والأربعة اثنان وخمسون ثمانية في اثنانية ستة عشر والخمسة واحد وعشرون عندي سبعة في تلاتة واحد وعشرون سبعة في أربعة تمانية وعشرون تلاثون سبعة في خمسة خمسة وتلاثون والثلاثة تمانية وتلاثون سبعة في ستة اثنان وأربعون والثلاثة خمسة وأربعون وسبعة في اثنان أربعة عشر والأربعة تمانية عشر إذن أتمام عندي صيفر 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 إلى آخرين إذن هنا واحد عندي ثلاثة أربعة خمسة هنا الأسفار جيدا إذن واحد عندي واحد في ثلاثة ثلاثة واحد في أربعة أربعة واحد في خمسة خمسة واحد في ستة ستة واحد في اثنان اثنان إذن هنا درس خطأ هنا ما درش نقطة وهنا ما درش نقطة إذن السرعة إذن هنا عندي ثلاثة هنا عندي أربعة هنا عندي خمسة وهنا عندي ستة وهنا عندي اثنان إذن نتابهون توم كذلك من سوش هذه النقط إذن أربعة وخمسة ثلاثة إذن عشرة والثلاثة هنا هي ثلاثة إذن هنا عشرة والثلاثة ثلاثة عشرة إذن هنا ستة زائد أربعة عشرة أحد عشرة هنا هي عشرة زائد ستة ستة عشر هنا هي سبعة الواحد من سوش إذن هنا سبعة والواحد ثمانية والاثنان نعم واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة والجواب هو ثمانية وعشرون ألفاً وستمئة وثلاثة عشرة فصلة ثلاثة واربعة وخمسون إذن أمر إلى العملية الموالية إذن نضير واحد الخط هنا باش من تخلطوش العمليات إذن خمسة في ستة تلاثون خمسة في أربعة حمسة في أربعة عشرون وثلاثة تلاثة وعشرون خمسة في واحد خمسة والاثنان يسابعة خمسة في خمسة خمسة وعشر نقطة إذن هنا صافر 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 ونقطة وهنا 12 8 والواحد 9 نان في 1 2 نعم 2 نان في 6 12 2 في 4 8 والواحد 9 2 في 1 2 2 في 15 إذن 0 3 9 14 5 0 و1 والجواب هو إذن هنا 1 2 3 والجواب هو 1054.3 نعم إذن أمر إلى العملية الموالية 5 في 8 48 5 في 1 5 في 4 9 5 في 3 15 5 في 6 30 والواحد واحد والثلاث إذن 2 في 8 16 2 في 1 2 والواحد 3 2 في 3 6 2 في 6 6 12 6 في 8 48 6 في 1 6 والأربعة 10 نعم 10 6 في 3 18 والواحد 19 6 في 6 36 والواحد 37 و3 صيف 15 نعم 12 5 17 7 والواحد 8 8 إذن هنا 12 12 12 14 8 1 9 3 نعم إذن هنا 1 2 3 4 1 2 3 4 والجواب 304 وتشعون فاصلا 800 وخمسا وسبب نعم إذن نمر إلى العملية الموالية أو التمرين الموالية هو 6 4 5 8 6 9 قال 3 5 8 9 7 6 5 4 3 Et le plus petit nombre possible de ces chiffres Je vais le classer le plus petit au plus grand 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 On passe à l'exercice 7 ولاحظوا أنقلوا الشكل على دفتري وأكملوا باستعمال الرمزين بارفندكولار وبراليل إذن هنا يا CG لاحظوا CG وCE نعم إذن فهما متعامدين إذن CG وFD إذن دائما CG وFD إذن متوازين إذن OA وBD متعامدين لاحظوا OA نعم OA وBD متعامدين عندنا AB وAE لاحظوا AB ولاحظوا AE متعامدين عندنا DF وCE DF وCE متعامدين وBD وGE لاحظوا ج وBD متوازين إذن أحددوا مستقيمين متقطعين وغير متعامدين مثلا إلا أخذنا BD وCE BD وCE هما غير متقطعين وغير متعامدين إذن لنكتبوا BD وCE CE إذن كذلك عندنا الدF لاحظوا الدF وAE لاحظوا AE نعم إذن هناك عدة مستقيمات مشغل مستقيميني فقط AE عدة مستقيمات نعم إذن نمور إلتمرين تمنين يمكنت بشكا 1982 أن soruel 투ع نعمk نعم دفعنا فاديًا czyli اضطر بوضع دوية د4 لها أحيانك لها أحيانك ومن يدد الكثير طوال حيانك دعونا ثم أحيانك والله يت Burger . وي on أ知道 ci هي تجل هنا لأy رائع 음� moto الطريق ساب tener استiges ي سنقوم أقرر morث أقر تجل صحصصصص الذكرة تقم أ很 BIG يجبني قسم خليت يجبничorn يجبني أركيه confident يجبرICIA يجبرني أركيه اجاب المستقلة اجاب المسجب المسجب المستقل الان على الارض دي الان على الارض دي د3 oui c'est د3 د3 il est parallèle à د1 د4 perpendiculaire à د1 qu'est-ce que j'ai déduit د3 et د4 comment ils sont د3 et د4 ils sont perpendiculaire regardez د3 ils sont perpendiculaire donc je vais mettre ici perpendiculaire donc on passe à l'exercice 9 donc je lis chaque auxiliaire a sa capacité de stockage on a un cd-rom un dvd un disque dur donc le disque dur c'est le plus grand donc il comporte 750 gigaoctets oui on a le dvd il comporte par exemple 4,7 et le cd-rom c'est le plus petit c'est 700 méga octets donc je vais utiliser le tableau oui je cherche le tableau oui le voilà donc un cd-rom 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 واحد بل أثنون يعملي جديدة أتفقد بيان من ألم يؤحين descعت هل من ألم؟ هل أنت غير جديدة هي científicة sufficient كم إستعة علينا نقوم on va écrire 2 جيجاوكتر combien en كيلوكتر regardez 2 مليون 2 مليون كيلوكتر 2 مليون كيلوكتر on passe لنساة لنساة احسبوا المجموعة أو الفرقة بالسنتيمتر إذن لإنجاز هذا التمرين دائما يجب أن أسعينا بجدول الأطوال إذن عندي 25 سنتيمتر إذن أحسبوا المجموعة أو الفرق بالسنتيمتر إذن أحول إلى السنتيمتر إذن 25 سنتيمتر زائد 35 مليمتر زائد 12 10 ديسيمتر 11 ديسيمتر إذن نحولهم كلهم إلى السنتيمتر إذن 25 سنتيمتر نتلاتة فتل 5 إذن نحسب الجواب عندي خمسة فاصلة تمانية أربعة واحد إذن والجواب هو مئة وتمانية وأربعون سنتيمتر إذن الأولى مئة وتمانية وأربعون فاصلة خمسة سنتيمتر إذن العملية الموالية عندي مئة وأستة وأربعون سنتيمتر ناقص صفر فاصلة تمانية وخمسون متر إذن أستعمل العملية عندي مئة وأستة وأربعون سنتيمتر وعندي صفر متر نعم فاصلة تمانية وخمسون إذن إذا حولت إلى السنتيمتر سوف تصبح تمانية وخمسون إذن وأنجز العملية ستة عشر ناقص تمانية تمانية أربعة عشر ناقص ستة تساوي أربعة والأربعة تمانية إذن واحد ناقص واحد والجواب تمانية وتمانون سنتيمتر إذن ثمانية وتمانون سنتيمتر نعم إذن هنا الفرق بالسنتيمتر نعم إذن هنا عندي الجماع إذن سبع فاصلة تسعة دكامتر وصفر فاصلة صفر خمسون متر إذن سبع فاصلة تسعة دكامتر وصفر متر فاصلة صفر خمسة إذن أرجعتي بالسنتيمتر أحول إلى السنتيمتر وأنجز إذن عشر ناقص خمسة عشر ناقص واحد تسعة تسعة ناقص واحد تمانية وسبع والجواب سبعة آلاف وتمانون مئة وخمسة وتسون إذن الجواب سبعة آلاف وتمانون مئة وخمسة وتسعون سنتيمتر إذن الموالية عندي سبعة فاصلة ستة وعشرون دكامتر إذن هنا أطول نعم هنا سبعة نعم إذن سبعة فاصلة ستة وعشرون دكامتر ستة وعشرون دكامتر ناقص صفر فاصلة صفر تسعة واربعون كيلومتر إذن كيلومتر صفر فاصلة صفر تسعة واربعون كيلومتر إذن سنحولهم إلى السنتيمتر أولا وأنجز العملية إذن سنحولها زل فاصلة من طبيعة الحال إذن هنا سبعة ستة لدي هنا عملية لدي عملية الناقص نعم ناقص عشر ناقص تسعة تساوي ثلاثة سبعة ناقص خمسة تساوي اثنان والجواب ألفان وثلاثمائة وستون إذن هنا ألفان وثلاثمائة وستون سنتيمتر نعم إذن أمر إلى تمرين اثنى عشر إذن أستخدم جدول التحويلات وأكتب قياسة كل طول بالوحدات الآتية بالمتر بالكيلومتر بالسنتيمتر وبالدكامتر إذن هنا كل وحدة جدول التحويل أكتب قياسة كل طول بالوحدات الآتية بالمتر بالكيلومتر بالسنتيمتر وبالدكامتر نعم إذن أبحث عن ورقة إذن عندنا خمسة وثلاثون خمسة ولا ثلاثة وخمسون ألف واربعمائة وسبعة وستون مليمتر إذن ممكن نكتبها بدون جدول حافظة الجدول إذن هنا إلا بغت نحولها المتر هنا مليمتر هنا السنتيمتر هنا الدسيمتر وهنا المتر إذن والجواب وثلاثة وخمسون فاصل أربعمائة وسبعة وستون ماتر إذن نحولها إلى الكيلومتر نعم إذن إلى الكيلومتر إذن هنا المتر هنا الدكامتر إذن الهكتومتر والكيلومتر سنزيد الأصفار سفر فاصل السفر خمسة ثلاثة إذن أربعة ستة وسبعة بالكيلومتر إذن والموالية بالدكامتر إذن نحولها إلى الدكامتر إذن إلا كانت هذه كيلومتر هذه هكتومتر هذه الدكامتر إذن هي خمسة فاصلة ثلاثة أربعة ستة سبعة دكامتر نعم نعم إذن سوف أنجز الكل إذن خمسمائة وتسعة وتمانون متر تساوي ب هي داجة متر إذن الوحدة الآتية بالمتر إذن نحولها إلى الكيلومتر إذن عندي تسعة متر ثمانية دكامتر دكامتر خمسة هكتومتر والكيلومتر الصفر فاصلة خمسمائة وتسعة وتمانون إذن نحولها إلى السنتيمتر بعد نحولها أولا إلى الدكامتر إذن المتر الدكامتر إذن تمانية وخمسون فاصلة تسعة دكامتر ونحولها إلى ماذا؟ إلى السنتيمتر إذن خمسة تمانية تسعة هنا يمتر الدكامتر والسنتيمتر وأضعه السنتيمتر إذن أمر إلى الأخيرة اللي هي ألف و لا بعد واحد وتلاثون فاصلة تسعة وسبعون دكامتر كم تساوي بالكيلومتر نحول إلى الكيلومتر إلى المتر إلى عندي الكيلومتر المتر والسنتيمتر إذن نحولهم ثلاثة إذن عندي الدكامتر إذن أرغبت نحولها إلى المتر هي تلاثمائة وسبعة وسبعة وتمانون إذن نحولها إلى السنتيمتر إذن دكامتر المتر دي السيمتر والسنتيمتر إذن نحولها إلى الكيلومتر إذن نندي هذه الدكامتر هيكتومتر ونزيد صعب ونزيد صعب فاصلة واحد وتلاثون سا وسبعة إذن نكن لكم تضعها تشفي الجدول باشتأكدوا منها الأجوبة إذن عندنا 1687 سنتيمتر إذن نحولها إلى الكيلومتر إذن في اللولة نحولها إلى المتر إلى الدكامتر وإلى الكيلومتر نعم إذن عندي هذه السنتيمتر دي السيمتر المتر هي 16.87 إذن حولتها المتر إلى الدكامتر هي واحد فاصلة ستمائة وسبعة وتماني إذن نحولها إلى الكيلومتر إذن هذه كانت ديكامتر واحد ديكامتر هيكتومتر والكيلومتر وستمائة وسبعة وتمانون من طبع الحال كيلومتر إذن هنا نجز هذه التحويلات إذن نمر إلى تمرين 13 قلت أحسبه ما يلي إذن لاحظوا هذه العميات إذن سوف أستعينه بجدول المساحة لإنجاز هذا التمرين إذن لدينا 25 سنتيمتر مربع إذن هنا لاحظوا أنا أكسبري ما قسمتوش إذن هنا أدين قسموه هذا الجدول إلى وحدات وعشرات مشتتعقلوا عليه جيدا إذن يجب تقسيم كل خانة إلى وحدات وعشرات إذن هنا أبدأ عندي 25 سنتيمتر مربع إذن عندي 2242.95 فاصل خمسة وتسع 2242.95 فاصل خمسة وتسع فاصل خمسة وتسع إذن العملية الموالية اللي هي 180 متر مربع ولا 1850 متر مربع زايد 0.32 دكا متر مربع إذن 0.32 وزايد 2 هكتو متر مربع زايد 2 هكتو متر مربع ونحسبوها تمانية تمانية واحد 2 ونحولوها إلى ماذا إلى الهكتو متر 2.1800 والجواب 2.1820 وإذن الأخيرة عندنا 0.37 هكتار إذن الهكتار والأر نعم إذن ممكن أن نديرها هنا إذن هنا 0.3 هكتار والهكتو متر إذن 0.37 هكتار زايد 79 أر إذن 79 أر مام إذن هنا عندي 16 هنا عندي 11 هنا عندي 1 ونحولها ونضربها في 5 نضربها في 5 نضربها في 5 نضربها في 5 5 و3 8 5 في 1 5 إذن نحولها إلى الهكتار 5.80 والجواب هو 5.80 8 نحولها إلى الهكتار ونحولها إلى الهكتار نحولها إلى الهكتار إذن نحولها إلى الهكتار إذن نحولها إلى الهكتار ونحولها إلى الهكتار donc on va la multiplier 5 en hectares c'est 5,2564 2564 a dit en hectares on va la multiplier par 40 oui et le résultat c'est je vais donner le résultat premièrement en quintal ensuite en temps le résultat c'est 210,256 quintal et en tonnes on va la convertir c'est 21 regardez le quintal le tonne c'est 21,0256 tonnes comme ça on a terminé la page 27 donc on va nous retrouver dans la page 28 donc on va vous abonner à la chaîne et on va vous abonner à la chaîne pour quitter le lien afin de nous remer en plus en plus avec la salle موسيقى